اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير النهاردة برنامجكم الكرة مع جعفر وبنهنئ النادي الاهلي بحصوله على المركز الثالث في بطولة العالم للاندية وحصوله على البرنزية وبنقول للنادي الاهلي تحية من القلب لجماهير النادي الاهلي تحية من القلب لمجلس إدارة النادي الاهلي بقيادة الأسطورة محمود الخطيب تحية للجهاز الفني واللعبين تحية لكل الشعب المصري تحية للنادي الاهلي صانع البسمة والسعادة للشعب المصري في بطولة العالم للاندية أولى فقراتنا عنوين الأخبار الأهلي ينقل مباراة المريخ السوداني من استاد السلام إلى استاد القاهرة في مستهل مباريات دور المجموعات المقرر إقامتها الثلاثاء القادم غياب علي معلول عن تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبرامدز في كاس مصر بسبب المشاركات الإفريقية بعد التعادل مع مولدية الجزائر في المشوار الأفريقي لنادي الزمالك رئيس النادي يترقص بعثة الفريق في طائرة خاصة للسنغال لمواجهة تونجت يوم 23 اتنين خالد الغندور الزمالك تعقد مع مدير فني برتغالي جديد سيقود فريق الشباب وفرق قطاع الناشئين الفترة المقبلة وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي نتواصل مع التضامن الاجتماعي لتجنب الحجز على أرصدة نادي الزمالك للمديونية اللي على النادي بيرامدز يتقدم بشكوى رسمية للكاف بسبب عدم إذاعة مباراة راسين كلوب دروكبة في استقبال بعثة بيرامدز في أبيتجان وأخيرا غياب عبدالله السعيد عن مباراة راسين كلوب للإصابة وبكده نكون انتهينا من عنوين الأخبار فقرتنا اللي جاية مع الضيف نجم من نجوم نادي الزمالك لاعب ومدرب بالبلد كده معجون في حب نادي الزمالك هنتكلم عن مشوار نادي الزمالك الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية وهنبارك للنادي الأهلي وهنتكلم عن حاجات كتير ضيف وضيفكم الكابتن أمير عبدالعزيز نلتقي بعد الفاصل